السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني كيرا ما ندروا اخر اخبار محترفة للمغاربة في دورية الاوروبية يقول من نصير مزراوي وامين حارس وكذلك سليم امن الله وغانا اضروا على والدش ديرالا رسميا غادر باري وكذلك مونير الحدادي وغانا اضروا على بيل الخنوس وكذلك جواد لياميق وعديد العبين ستفشون معنا ان شاء الله في هذا الفيديو غانا بدأ مع نصير مزراوي اللي بدأ بداية جيدة مع فارق البير لكيف وزبر بعض الاهداف اللي سيفر في بداية دوري افتتاح دوري الالماني ان شاء الله منصير مزراوي لعب كاساسي وكنتمنوه ان شاء الله يتبقى غادي في هاد الصير ويبقى لعب كاساسي مع البير ويت بالدات ديالو كما شونا بن جامين بافار بغي غادر المانشيستر يونيتد ودي في صراحة في صالح نصير مزراوي بشقيق لعب كاساسي نصير مزراوي تقييم ديرو فضل مباركة نوا 7.5 وكنتمنوه ان شاء الله بالنسبة لتونائي ديال اولمبيك مارسيليا امين حاريس وكذلك عز دين اوناح اللي ملعبش فضل مباراة هذي قاع وكنتمنوه ان شاء الله يبقى لعب كاساسي كما شنا في المباراة ديالدوري ابطاء كان علي عاية كبير بالنسبة لامين حاريس دخلت للدقيقة السبعة والسسين من المباراة امين حاريس وكانوا مارسيليا متعادلين هدف مقابل هدف وبعد تلقى الهدف الثاني وكان مينز لعب ناقصين من دقيقة واحد وخمسين من المباراة وعطا امين حاريس ديالتعادل اولمبيك مارسيليا اللي تعادله بعد ما فازه في المباراة الاولى من الدوري الفرنسي تقييم ديال امين حاريس فضل مباراة هذي كان هو سبعة فاصل اربعة وكنتمنوه الواتفق بالنسبة كذلك السليم املاح اللي ما كاش اليوم في المباراة ديالبالد والد في الدوري الدرجة الثانية وغادر الفارق غنشوفوا الويش هدية لواش غينتقل نادي فالونسيا ولاندي اخر هادشي اللي غنشوفوا بالنسبة لجواضيامي قلعب مع الوحدة السعودي في هذه المباراة ديالبالد وربحوا ثلاثة هدف مقابل هدف واحد وسجيل هدف ضد مرمه للأسف بالنسبة لبيل الخنوص نتاقد اللاعبين اللي كينتاقلوا الدوريات الخاليجية بحل دوري القطري والدوري الاماراتي وكذلك الدوري السعودي اللاعبين اللي صغر في السن كما من الدوري الاماراتي ومن الدوري الهولندي خصوصا وكذلك من الدوري البلجي رسميا والد شديري وغادر فارق وباريار ايطاني من الدرجة الثانية اذكر وشكرهم فدر رسالة دي والد شديري اذكر جماهير كذلك والفارق ودوغال بالليد وجوز المواسم رائعة جدا في نادي باري وكنتمنى ان شاء الله في تجربة جديدة ديالو التوفيق انتاق النادي نابولي وتم غايبشي اعارة غنشوفو النادي غايبشيه اعارة في الايام القليلة القديمة وكنتمنى وصراح الودي شديري التوفيق نتمنى وتألق بالنسبة للمونير الحددي كذلك اللي شارك مع فارق ولاس بالماس وخسروا المباراة امان فالونسيا بهدف لسفر من ركلة جازة مونير الحددي شارك من بداية المباراة اخرج في الدقيقة اربعة وستين من المباراة مونير الحددي وتقييم ديالو كان ضعيف كان هو خمسة زائد خمسة والسلام عليكم